اشتركوا في القناة بيقولوا ان احدى الاشخاص اللي انا هو دلوقتي بنقاضي بعض بطريقة محترمة جدا قدام القضاء وقدام مكتب النائب العام ان هو بيبحث عن عنوان اهل جوزي او عنوان جوزي مش جوزي بقى يعني هو ابو لادي دلوقتي رجل المحترم علشان يعرف منه سبب الطلاق ليه يا فاند اشترك منه سبب الطلاق ليه يا حضرتك يعني حضرتك بتدور على عنوان علشان تعرف سبب الطلاق ليه حضرتك محكمة الاسرة انا جبت لحضرتك النهاردة حاجة كده صغيرة هدية مني لحضرتك عشان ما تتعبش نفسك وتدور انا الاسبوع اللي فات يا فاندم كنت لان انا طالقي من عرب سينة وكنت في الانطارة في فرح احدى اقارب ابو بناتي حلو المصطلح ده محترم لان احنا ناس راكية وحضرتك ما تدورش وتتعب نفسك لاني ما رفعتش اواضي ما عملتش محاضر لان انا بنت ناس ولان هو بصراحة برضو عشان ما بقاش بقول ان اللي بتعمل كده ده العب منها لا خالص بس هو كمان ابن ناس فما اضطرنيش ان انا اعمل كده او ما ضغطش علي لدرجة ان انا اعمل كده ووقفه مثلا في محاكم او اعمل محاضر او كذا احنا ناس راكية ومحترمين ومني لحضرتك الهدية دي عشان ما تتعبش نفسك في التدوير انا كنت عندهم ففرح اتقابلت احسن مقابلة وبهني العريس الجميل الامر اللي انا مربياه يعني بس اما تشوفوا صورته انا فعلا مربياه والله حبيبي محمد دياب ومراته الجميلة نورهان الف 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 مبروك ونشوف كده صورهم ممكن على الشاشة وصورتي معاهم ان انا كنت في الفرح اللي هو انا هو فستام تخني شوية بس مش مشكلة سوء اختيار وبرده راحة يعني فستام فتفاض لان العريس انا مربيه امرينهم فستهم عادي جدا لان انا بناتي هم اهلهم فمش هينفع غير يكون بنا كل احترام ومجملات ورقي ان لو حصل لي اي مشكلة على فكرة ممكن يعني مش عايز اقول قبل اهلي بس مع اهلي اجري على اهل ابو بناتي ناس محترمين وانا ست محترمة امرات عايز الصورة كده من فضلك وهم الوحدهم شيل حضرتك بقى العزول التالت ده فيه صورة ليهم من وحدهم فده قبلغ دليل ان حضرتك لو عايز اهل بناتي او اهل ابو بناتي انا قبلغ حد يوصلك بيهم تقبلت احسن مقابلة كان يوم جميل كان يوم عندي فيديوهات كتير حنزلها النهاردة على صفحتي معاهم دول اهلي دول ناس عشر توم ست عشر سنة كانش فيه بيننا غير كل حب ود فدي ما تتعبش نفسك فيه يعني فيها وما تقعدش تدور كتير علشان انت لو دورت حضرتك مش هتوصل لحاجة تفيدك في الطريق اللي حضرتك ماشي دي فيه الحاجة التانية حضرتك مرات كتير قوي انا بس مستني هي تجهزه بالصورة مرات كتير قوي تقول انا عايز اعرف اللي وراها مين اللي وراها هعرف لكم مين اللي وراها هعلن قريب مين اللي وراها انت ما تقدرش على الورايا بشكل بتاعي انا حضرتك بلاش تدور عشان حضرتك مش قد الورايا عارف حضرتك الورايا مين ربنا والله العظيم ربنا مش حد تاني لاني ما بغلطش ما بختبش حد ما بهنش حد ما بخدش في الاعراض ما بجرحش حد ما بأزيش حد لا معنويا ولا انسانيا ولا بعمل اي حاجة فاللو وراها حضرتك مش قد انا اللي وراها ربنا قلها ينصرني ربنا مش حد تاني هي الصورة راحت فين طيب عالم الصورة تجهز عايزة تكلم كده عن نجمة مهمة ايه رأي حضرتك في الصورة بقى امرين صح انا رايحة لحدة عندهم ببناتي فقط بعربيتي فقط اتقابلت احسن مقابلة وتعملت احسن معاملة وروحته والله مبسوطة جدا لان دول اهلي ده على فكرة قريب ابو بناتي الراجل المحترم جدا قفلناها اللي بعد بقى مرسي جدا يا أستاذ حسينة اشكرك عايزة اتكلم النهاردة عن النجمة حنان شوق لفكرة حنان شوق من النجمات اللي انا بحبهم جدا صدقة طبيعية قوي كنت بعشقلها فيلم دماء على الاسفل يعني انا لو في لجمة التحكيم حديها مش جايزة حديها جوايز في الفيلم ده بس غير بقى الباخيل وانا وخلافه وخلافه بس كان ليه عنديك يا فندم عتاب بسيط جدا وقبليه بقى من اخت لحضرتك حضرتك كنت في احدى اللقاءات وتسألتي عن الحجاب وقالت لحضرتك ايه رأيك في الحجاب او حضرتك هتتحجبي امتى لان هما مش جايبين سواء للمزيعة جايبين رد حضرتك على طول قلت لها حجاب ايه؟ ما انا محجبة انا كواحدة سني كبير او خبرتي كبيرة اقدر افهم جملة حضرتك جملة محترمة جدا جملة من ست مصقفة بس يا فندم يا ما كانتش بتسأل حضرتك الرأي الشخصي هي كاب بتسأل حضرتك عن الحجاب اه اللي اتفرض علينا دينيا اللي هو غطاء الرأس اللي ممكن جدا واحدة تكون مش محجبة واحسن مني عند ربنا مليون مرة ده سؤالها حضرتك اجابتك قلت انا عندي حجاب القلب اه حجاب العقل حجاب الكلام وده صح جدا بس كل ده ينفع نجيبه لو بنسأل هو البناء ده المفروض لما يلبس حجاب الرأس يبقى هو بس كده خلاص هيدخل الجنة مستحيل حجاب الرأس ده خطوة اولى بعدها بتحجب لسانك انك تهين حد او تسيبه في شرفه يا فندم بعدها حجاب العين اني احط عيني على حاجة حرام احجب تصرفاتي احجب شيطاني حجاب بيبقى الحاجات كتير بس هي ما سألتش حضرتك في النقطة دي هي تكلمت عن حجاب الرأس وحضرتك قلت جملة انا والله ما فهمتها والله ما اسقاط على اي حاجة حضرتك قلت الحجاب اللي بيشتغلوا بيه او حجاب الشغل حتى هي قالت لها حضرتك يعني افتلها حجاب الشغل في ناس كتير عارفة انا من ناسي الكتير قوي والله اللي مش عارفة يعني ايه فندم حجاب الشغل يعني انا باجي الشغل لابسة الحجاب واو المخرج من القناة اروح قال عن حجاب او ادخل الجريدة او المخرج من الجريدة اروح قال عن حجاب والله ما بيحصلش انا ما فهمتهاش وحسيت ان هي لها اسقاط على حاجة مهمة جدا ياريت حضرتك تعملي لايف او اي مدخلة ونفهم من حضرتك يعني ايه حجاب الشغل الحجاب ده فرد يا فندم الحجاب ده فرد وانا ممكن افهم وجهة نظر حضرتك انك عايزة توصل لها ان انا اقامش محجبة بس انا ست محترمة ما بتكلمش غلط ما بعملش حاجة غلط ده مقبول لوحدة في سنة تفهمه لكن البنات الصغيرين اللي ممكن جدا واخدين حضرتك او مش ممكن اكيد في شريحة كبيرة بتي ممثلة جميلة وراكية ومحترمة وطيبة وممثلة شطرة جدا مش انا اللي هقيمك طبعا ياخدوا كلام حضرتك ده سكة لخلها الحجاب مش هيفهمون يعني البنات الصغيرين ما عندهمش الثقافة اللي تفهم اسقطات حضرتك اللي انا في امتها كواحدة ست وبحترمة جدا ومع حضرتك جدا قلبا وقالبا في حجاب كتير مهم غير حجاب الرأس مين هيفهم ده غير الكبار شوية الناس البسيطة قوي والبنات الصغيرة مش هتفهم ده انا كان نفسي يبقى فيه من حضرتك اجابة شافية وافية محددة لان انت نموذج انا بحبه يعني انا بحبه وبحس ان الناس كتير قوي بتحس ان انت قريبة مننا جدا وانك ممثلة قديرة ومستنيين حضرتك بشوك في حاجات مهمة بس حتة الحجاب مكنتش حبة تتقال باسقطات كان لازم تتقال دايركت قائل حجاب فرد وان شاء الله ربنا يهديني قريب جدا وانا محجبة في كل حاجة معادة غطاء الرأس انا بعتب حضرتك لان حضرتك تهميني وبحبك جدا ومن الفانز بتوع حضرتك دا كان تعليق تعليق اخير علشان انا النهاردة عاملالكو مفاجأة هتعجب كل الناس اللي زالوا علي قوي في اهناتي لمدة طويلة على السوشيال ميديا موضوع حسن شاكوش ورين في ايه؟ انا مش شايفة في مشكلة اتنين اتجوزوا سجدت وانا قلت دا في حلقة ليا على اليوتيوب على القناة بتاعتي الست سجدت تلعو فريق مع وفريق ضد هي حرة انا بحب جوزي او بحب راجل اللي هتجوزوا قاعدين في مكان عايزة بوس ايدو فيه ستة هتشوفها ايه الظل والمهنة والقارف دا ويه الايهانة دي ومعندكش كرامة وفيه ستة تانية هتشوفها بوسي واصلها درجة حبها لايه؟ انها بتبوس ايدو وهي بتأكله في بقه مثلا او بتناوله شوه كفا بتبوس ايدو انا مع مين؟ انا مع الست اللي هتشوف ايه الراجل العظيم اللي وصل الست ان هي طب طب عليه وبوس ايدو طب ما الراجل دوما وبنعتبر دا ايتيكيت انه بيبوس ايد الست ايه المشكلة ايه؟ ايه اللي حصل؟ سجدت على الارض فرحانة انا اعتبرتها فرحانة ما شفتش اي حاجة تانية من كل الحاجات خلوا فيه حسن نوايا يا جماعة اتجوزوا اختلفوا زي اي اتنين وفيه زيهم ملايين انا عتبت على ريم في الفيديو بتاعي على اليوتيوب الخاص بيها وطيلا كان فيه طرق كتير قبل ما اروح الاسم لو بنتي هقول لها تعالي وحشوف الكبار بتوعه هنقضي هيبقى فيه خطوات كتير قبل ما اجري على الاسم مش هايز اظلمها قوي لان ما عرفش برضو الموقف اللي اتعرضت له قوي فضغط عليها وعلى عصابها لدرجة انها تجري بعد شهر او شهرين جواز وتجري على الاسم انا دايما نقول كل حاجة فيها كده حتت ما ينفعش تحكم حكم صارم الا لو سمعت من جميع الاطراف احنا طبعا بنسمع من الاطراف وبنسمع اكتر من السوشيال ميديا فالواحد مش عارف في ايه بس اللي انا شايفاه يا مادام ريم من انت بنتي ناس طيبين ومحترمة وجميلة وربنا يا رب يسعدك وشايف انك اتظلمت في الجوازتين بس عايز اقولك حاجة لو هو طالع الفنان حسن شاكوش سواء ظالم او مظلوم بيقول انا هديها حاجتها وحضرتك على المنوال التاني بتقولي انا عايزة حاجتي بس طب ايه المشكلة يا جماعة ان اتنين محترمين من كل عيلة ونفض القصة دي الناس اللي بتشمت انا ببقى محروقة جدا والله انا لا اعرفك ولا اعرفه والحد الوقت لا معيكي ولا معيه لان انا مش فهمة مش فهمة في ايه وبيطلع كلامه وفي حاجات تتصدق وحضرتك كلامك يتصدق فانا ما بحبش احكم بس اللي اقدر اقوله انتي عايزة حاجاتك وهو كان بيقول المستشار اكرم سلام في احدى فيديوهاته انا مستعدة ديها الشبكة والمؤخر وحاجاتها كلها طب كده ما فيش مشكلة عشان الناس تتفرج عليكم والله ما فيه حاجة مستهلة ما فيش مشكلة عشان الناس تتفرج عليك وخدي حاجتك اللي اتفقت بما يرضي الله وحقوقك وباي باي 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 ولو ظلمك حيندم جدا ولو انت ظلمتي هتندمي جدا بس من غير ما الناس تتفرج علينا لان انتو من عائلتين اكيد كلهم مستقيم من اللي بيحصل ما فيش اسوأ من بلبلة الناس وخصوصا لما يبقى الناس مش فاهمين حاجة فكل واحد اللي بيحبه اغنية اللي استاذ حسن بيطلع يتكلم على مادام ريم كلام مش كويس اللي شايف ان مادام ريم اتسرعت او او تظلمت قوي او اتجوزت واحد ما كانش يليها عشان هي مثلا بتقول انا بصلي وهو لا معاني ده برضو مش مقياس كلنا عندنا معاصي وانا اولكم محجبة وبصلي وحجة بيت ربنا وعمري ما قصد تظلم حد بس اكيد عندي غلطات فيش حد ملاك فيش حد ملاك فكل واحد بينصف حضرتك او حضرته مجد تنظره هدوا الخلافات هدوا الخلافات عشان انتوا الاتنين سمعتكم مهمة انت كست و هو كفنان اخر حاجة بعزي الاستاذ المحترم الاخ الخلوق بلدياتي فيش اعلى من الردبة دي عشان اي حد بيغلق بيتحاسب والداخلية والنيابة تحفظت عليه وتقريبا خد اربعة يام او خمستاشر يوم فبعزي استاذي وصديقي وبلدياتي الاستاذ حماده لملوم وبعزي كل اسرته الناس المحترمين الصعيدة رايبنا وحبايبنا واخوتنا البقاء لله وبنحتسب وعند الله شاهد بعد الفاصل عندي مفاجأة مهمة جدا ليكو كل الفانز اللي كانوا زعلانين الفترة اللي فاتت هقول لكو خبر حلو جدا ومعاي المستشار المحترم المحامي والراجل المحترم المستشار محمد رجب العسقلان انتظروني بعد الفاصل اشتركوا في القناة موسيقى هستأذن حضرتك بس هناخد مداخلة تليفونية وهنشوف فيديو صغير وهنبدأ الحوار مع حضرتك طب معانا فيديو كده مش جايز الفيديو مش هنشوفه يعني طيب طيب احنا معانا صاحب الفيديو هنتكلم معاه وبعدين نشوف الفيديو معانا الاعلامي المحترم اللي مطلوب على كل قوائم الاخوان ربنا معاه بس انا بعترف بعترف ان ده شرف وبعتبر ان ده صبك لي بصراحة معانا المزيع المتقلق اللي المحترم الراجل الخلوق اللي مفيش عليه غبار اللي مبيغلطش في حد معانا الاستاذ والمزيع ابراهيم طنطوي مساء الخير يا فندم مساء النور الاعلامية مساء النور الاعلامية مسرم وصلوه طب الانازة الولاء ميل ومرحبا بمعالم المساء العرض اهلا ما يخليك يا فندم ربنا اهلا على فكرة برا سيادة المساء بيقول لي من الناس المحترمين قلت له معانا انتو فيه بينكو خلاف ازاي حضرتك بتقول عليه من الناس المحترمين قال لي دي حاجة ودي حاجة يا استاذ والاء اه انا ما يتدفق عقصة على حاجة قد نبدأ كلامي انا من صاحب الفيديو صاحب الفيديو هو اسم خالد عبد الرحمن صحيح باسم حضرتك اسمي اه وقف اسمي في جملة مفيد صحيح استاذ مطويا مبدئيا يا استاذ والاء ليس من حق اي احد على الإطلاق انه يتكلم باسمي او يذكر اسمي ويحطه في جملة مفودة دون علمي او الرجوع لي صحيح اولا هذا الكلام غير صحح بالمرة وما حصلش وما يصحش وعيب اوي انه الاستاذ خالد يقول هذا الكلام ممكن من غير ذلك لا اسمه بعد ايذنك ويذكر اسمي مع احترام لحضرتك ما ينفعش انه يذكر اسمي في جملة مفيدة او في موضوع اصلا ما حصلش ادارة قناة الصحة والجمال انا ابن هذه القناة ادارة محترمة ادارة كويسة ادارة خلوقة متشرب بالانتماء ليها لما يقول لما يقول ان انا كابراهيم الطنطاوي في ظرف عشر دقائق جبت له بيانات اعلامية زميلة في القناة لا يجوز على الاطلاق وما حصلش الكلام ده والكلام ده مرفوض جزئيا وكليا ادارة القناة ادارة محترمة الاستاذ عمر ابو عميرة الاستاذ نصر الشاهد كل العاملين في قناة الصحة والجمال منزهين عن فعل هذا ما ينفعش لنا او ما ينفعش الاستاذ عمر او ما ينفعش الاستاذ نصر ايا كان من في القناة من الناس المحترمة انها تطلع بيانات مزيع او مزيعة عندهم في القناة لاننا احنا في القناة بنتعامل كأسرة واحدة طبعا احنا كلنا اخوات دي اول حاجة الحاجة انا بس قبل ما تدخل حلاجة في تاني حاجة هو هو بس انا بعتقد انه عمل كده لان لما مزيع زي حضرتك او اعلامي احترم ليه باعة في قضى الاخوان واراء يعني حضرتك مش حد هين ما بتعملش فكارات ترفيهية وانا لا اقل المفاكرات الترفيهية مزيع تقيل زي حضرتك لما يستند لاسمه هو كده بيزبط علي بيدي ثقة للفيديو بتاهم مرفوضة قطعا نتفق مع بعض او نختلف لا يجوز لاحد منا ان يهين الاخر صح الاختلاف لا يصف من الوج قضية صحيح يعني حضرتك يا استاذي استاذ إبراهيم طنطوي ولكن ولكن في احترام متبادل ما بيننا في حسن خلق في تحاملنا ده لازم وبزداد في الصحة والجمال لو ما فيش هنا خلق انا ما كنتش دخلتها برجلي فعلا تفضل يا فندم النقطة التانية ايه رأي حضرتك في سبي وقصفي لمدة مثلا حوالي خمستاشر يوم وكلها ادعا زي ما ادعا ان حضرتك توصلت معاه واشان يدي سقة ومصدقية عند النجس اللي حصل الموضوع كالآتي تفضل اتصل علي في يوم ايوة السلام عليكم اخبرك ايه رحبنا ببعض فيه اعلامية اسمها ولا اسماعيل طلعت في حلقة اه غلطت فيها وغلطت في اسرة نيرا اش قلت له ازاي منصة الصحة والجمال فيه شكل من الالف الالف الى الياء ازاي طيب وريني المقطع فوريني المقطع اولا سيادتك لا ذكرت يا اسماع سيادتك لكي وجهة نظر دا تحترم اختلف اختلف معاك صح طب ما احنا انا ما كلمت اه كلمت حرك في التليفون وبعدتلك المقطع الواتساب احنا عدنا نتناقش فترة طويلة ولا حضرتك اقنعتني ولا انا اقنعتك بس خرجنا اصحاب واخواته محترمين جدا عادي هو دا لازم تعاملنا يا فندم الازمة وازمة اخلاق حضرتك شفت المقطع لقيتني بغلط في حد يا فندم يا فندم الازمة وازمة اخلاق فان صلحت الاخلاق صلحت الامم ونهضت الى اعلى وان فسدت الاخلاق فسدت الامم وهبطت الى اسفل وغرطت وحينها لم تجد من ينقذها انا مش معنى لنا مختلف مع الاستاذة ولا او مختلف مع المستشار العسطلاني او مختلف مع مؤيدين محمد عادل عليه رحمة الله تسلم عليه رحمة الله مش معنى لنا مختلف لسانك يا سيادة الولام المحترم الامور يبقى انا اهنهم او انا اتعرض ليهم او اتطول على شرفهم عليهم مرفوض تماما احنا دولة دولة قانون دولة احتراق دولة اخلاق بس والله العظيم دولة اخلاق فاي حد حتى لو انا متفق معاه في الرأي الخاص بقضية نييرا اشرف ومحمد عادل حتى لو انا متفق معاه فانا ضد اي حد منهم يتطول على احد او يهن احد وبالذات لو ست او يسب احد وبالذات لو ست يا فندم انت وطيه كده في التليفون ايوه وبالذات لو ست مصرية ده نقبلها على الرجال فو الشوكو احنا فو الشوكو احنا لا نقبلها على الرجال صحيح نبالك النساء او ست فانا رافض كل الراب انا بس كنت عايزة ازبط في المشاهدين او اي لص قيل انا بريء منه وحضرتك مددتوش لا عنواني ولا عنوان امي ولا عنوان ابويا ولا اسمي بالكامل ولا صورة بطاقتي الاستاذ عمر ابو عمير المزيع المحترم الاستاذ عمر ابو عمير مدير القناة الاستاذ نصر الشاهد مدير الانتاج المدير المحترمين ونزهين انهم يطلعوا اي بيانات لأي حد حتى لو عامل في القناة صح وده ده مش من سماتنا صح هي مش من سماتنا صح انا مختلف معاكي بقنا بتواصل معاكي او احاول لنا اتواصل معاكي ونفناقش ونختلف عادي ونفضل مختلفين بس محترمين حضرتك والله أنا من الفان زبتو حضرتك ومن أشد المعجبين بكل العضايا يارب بس يبقى عندنا في مصر كده مش هقولي يقتضوا بحضرتك كأعلامي يقتضوا بيك كراجل محترم أنا كلمت حضرتك وقلتلك أنا زميلة حضرتك كذا قلتلك في نص المكان ما أنا كنت بقول لو لقيت أسلي وبوزي فلان هقوله طب هكلم حضرتك تاني ومش هتسلم لقيت راجل راكي محترم لو عايزة مني خدمة لو عايزة أنا أساعدك لأنه طبعا أنا متبعدة بقى لي 15 سنة هو ما شاء الله بيتربع على الساحة مازال فلو عايزة مساعدة لو عايزة مني أساعدك في حاجة إيه الرقيدة مش ممكن داي يعمل الحركة اللي مفهاش أي نوع من الرجولة أن ياخد سورة بطاقتي مثلا من القناة أو يصورها وياخد عنوين أهلي قلت مستحيل الموضوع ده مرفض تماما وما حصلش تماما أنا عارف يا فهده حنشوف بقى الفيديو إن الكلام اللي قيل في هذا المصطع اللي أنا سمعته للأسف اللي أنا سمعته أنا بعدت واتساب حضرتك برضو قلتني أنا بمشي بالدليل حسبونا الله ونعم الوكيل يسأل عنه أدبيا وإخلاقيا وقانونيا لا غبار عليك يا فهده دون أسمى مفلدة مني لا غبار حنشوف بقى المقطع اللي هو اتهم حضرتك فيه إنك اديته كل بياناتي وعنوان أمي نشوف تفضله والحقيقة برضو الإعلامي برامل تنطور عمل دور جامد وجاب لجميع البيانات فوري في خلال عشر دقايق كان جاب لكل البيانات بتاعته نقع عن طريق طوله حذر رئيس مجلس الإدارة إن خلال 48 ساعة إذا لم تم استبعاد الإنسانة دي من القناة هنأخذ إجراء ضد القناة لأنها طلع على قناة صحة وجمال محسوبة عليهم محسوبة عليهم ويتحسبهم عليها ويتحسبهم عليها ليه الشرف إن أنا محسوبة على الصحة والجمال وبعتقد إن هما كمان مبسوطين وليهم الشرف إن أنا محسوبة عليهم لإني سبت محترمة بعرف العيبة وبفهم في الأصول بشكر الإعلامي المحترم الأستاذ إبراهيم تنطوي ربنا يجعله في مسان حسناتك لإني دي شهادة على قل خالص على قل خالص ريحتني أنا إن زميلي في القناة اللي أنا ببقى دخلاها وكل أمان ورمي شنطتي ومدخل بناتي وسايب إيدي دي ما بيقوله فعلا قناة محترمة والمزايم اللي فيها محترمين يا فندي نرجع مع المستشار الأستاذ محمد العسقلاني وبصراحة أنا عايزة تكلم النهاردة على موضوع السب والقصف بس عمتا تمام بشوف أكم من الناس بيجي لهم سب وقصف ويهانة وباستغرب جدا هو أنتوا ليه مابتاخدوش حقكم هو أنتوا ليه مابتاخدوش إجراء علشان اللي غلط فيكو ده على أل يعمل ستوب ويتحاسب فما يغلطش في حد تاني نعم فبيجي لي إجابة واحدة طب نعمل إيه فعشان نعمل إيه كان لازم أستعين بمستشور كبير زي حضرتك وأقولك لما أنا أو غيري أو راجل أو ست أو بنت يضغلت فيها تعمل إيه سواء على الواتساب حضرتك قبل الهواء قلتلي فيه إجراءات على الواتساب فيه إجراءات على الفيسبوك نعم نسمع حضرتك والناس فيه اعتقاد جواها إن هم على الإنترنت عالم افتراضي وما فيش إيقاب هيتم أغزوا ضدهم لكن الكلام ده غير صحيح الموجود فعلا في القانون إن فيه أحكام وأحكام سريمة جدا وراضعة لموضوع التشهير والسبو والقصف على وسهل التواصل والتهديد والتهديد برضو الموضوع سهل وبسيط جدا نعمل إيه بالنسبة لو على الواتساب حدد المشرع مباحث الاتصالات دي مكانها فين يا فند دي موجودة في كل محافظة داخل مديرات الأمن يروح هو بشخصه ولا لازل محامي سواء بشخصه عشان في لازلتلك ما عنديش كدرة مادية بشخصه 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 وياخد المقطع أوه كيل بالزبط ويروح بكل اللي بيعمله بياخد أصل المحادسة اللي على الواتساب زائد اسكرين آآ ليها مطبوع وبيتم تحرير المحضر بياخد رقم أحوال وبعدها بيتم الفحص وبعد كده بياخد رقم صادر لإسم الشرطة لإدراكه تحت رقم جنحة ومن الإسم بيتم تحويله للنيابة العامة اللي بدورها بتقوم بوضع قد والوصف تبقى للقانون وحالته للمحكمة سواء بقى محكمة اقتصادية أو الجنح العامة يعني هو الشخص يا فندم بيروح مشوار واحد بس مشوار وبيتابع بيروح فين واتساب بيروح مباحث الاتصالات بيروح مباحث الاتصالات اللي فين في كل مدرية في مكتب خاص بمباحث الاتصالات تقولي له عايزة مباحث الانترنت مباحث الاتصالات مباحث الاتصالات ده لو جالي التهديد أو السابقات على الواتسي بس طب بيفرض حضرتك عمل حذف عندي وعنده بعد ما شتني ما هو لو عمل وحضرتك وغداء سكرين بيتم بقى تحرير محضر وممكن بلاغ لمكتب السيد النائب العام بيتم اتخاذ الإجراءات بقى وعايزة أقول إن مكتب سيادة النائب العام في الحاجات دي فيه سرعة رهيبة نعم وبشكره بحقيه من هنا بصراحة بشكل شخص الجانب الآخر اللي هو الفيسبوك اللي هو المازينجور بالضبط أو لو نزل بوست أو مقطع شياله مثلا بوست أو مقطع فيديو مقطع فيديو أو بس يعمل يحتفظ به بياخد سكرين وبيطلع برضه بس على مباحث الانترنت ودي متواجدة في داخل كل مدرية أنا عارفة إن هي في القاهرة بتهيل في العباسية ده لمحافظة القاهرة الجيزة في مدرية أمن الجيزة كنت فيه أنا الأزواء اللي فيت نعم فهو اللي بيتم عشان يثبت الجرم دو هم حاكتين اسكرين من يحتفظ به عشان لو عمل حسف يبقى أنت حافظ حسف والصفحة بتاعة الجاني مذكور فيها الأشياء ديك على الجاني عليها العقوبة إيه بقى فيه؟ العقوبة بتاعتها الحبس والغرامة الحبس من 24 ساعة تصل لحد 3 سنوات والغرامة من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه بتتحدد على حسب إيه؟ على حسب الجرم على درجة السب ولا على ممكن ده مثلا واحد واحدة متخانئين متجاوزين فندي حاجة بسيط لا هو بتتحسب على حسب الفعل الفعل نفس الجرم بالزبط زائد المكانة مثلا بتاع المكانة الشخص مثلا مش هنجيب محترام طبعا لكل المهن أكيد حد مثلا مشحوش محامي معروف زي محامي لما حدش يعرفه بتختلف عشان ده يعني تدرف سمعيته طبعا لأنه معروف بالزبط فيه كمان أقوبة حددها القانون عشرة لسنة 2003 ده الخاص بتنظيم إنشاء محكم الاقتصادية فيه أقوبة وضعها المشرع في مصر وهي إساءة استعمال الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي بمعنى أن حتى لو فيه تصالح المحكمة الاقتصادية بتدي غرامة دي خاصة بموضوع إساءة استعمال الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي فالناس والموضوع بيتهول شوية ممكن مع ده برفع دية رد شرف أطلب بتعويض لو أنا شخصية مثلا معروفة أو اتضريت هو في نفس الجلسة حضرتك بتطلبي تعويض مؤقت وبعد الحكم المحكمة بتصدر حكم بأحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة وهي بدورها بقى بتحدد قيمة الضرر وتساويب التعويض بتساويب التعويض خاصة أنت شخصية عامة وتضريت في سمعتك بالزبط تمام يعني البنت طيب لو بنت على علاقة مثلا بولد وده بيحصل كتير أو العكس أو ولد على علاقة ببنت نعم بيبقى في بينهم مثلا أنا سورة وأنا في جميلة الحيوانات سورة وأنا وسعب بيبقى أكتر لو تثبت إن هما في بينهم علاقة مثلا حب قبل كده وابتدى يبتزها بالصور دي تعمل ايه؟ هتطلع تعمل محضر ما بتتفضحش عشان هما بيسألوني على اليوتيوب لا 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 ما أنا حروح أعمل كده بقولها اجري اجري الحقي نفسك وحصني نفسك حضرتك هتتفضح؟ لا المباحث عامة الإنترنت أو الاتصالات يعني لو جاب كلام حب بينهم صورة مثلا ليها هي مثلا محجبة ممكن تبع من غير حجاب عشان ببعت الحبيبها وطبعا يعني أنا بقول للبنات دي قلة عقل والله مش عايزة أقول قلة الدين مش أنا اللي أقول كده بس هقول دي قلة عقل ايه اللي حيتعرف؟ يعني لو جريت هي طبعا مش عايزة أهلها مثلا يعرفوا جريت على مباحث الإنترنت وعملت ده نعم الموضوع بيبقى في خصوصية ولا ممكن يتعرف لا 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 بيبقى في خصوصية بدليل حضرتك أول ما بتعمل المحضر سواء في مباحث الاتصالات أو الإنترنت بيكون فيه رقم أحوال الرقم ده حضرتك أما بتروحي تأخذي رقم الصادق للإسم بيطلبوا البطاقة أو التوكيل ما بيدوهش لأي حد يعني ما فيش حد يقدر يأخذ لا 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 خالص خالص في خصوصية لا لا يعني لا طبعا عشان البنات ما تخافش وعلشان ما تفضلش تغلط عشان ما تضغطش عليها واتبتز بزرق ممكن ماديا وممكن معنويا وممكن في سمعيتها ما تخفيش وبقول للناس اللي بتعمل كده اتقوا الله يعني لو انتوا خلاص يعني درجة الفجور مش خايفين من القانون خافوا من ربنا طيب يا فندم لو أنا الفيسبوك بتاعي مثلا اتسرق وحد ابتدى ينزل صور أو عبارات علشان زي ما بيقولوا كده بالبلدي يلبسني مصيبة بقت راسبت لما تجه لما باحث الانترنت إن أنا الأكاونت اتسرق إن المكان اللي أنا مثلا دايما التليفوني فيه أو الأكاونت فيه حد تاني فتحه من مكان تاني ولا بيكون صعب لا لا بيكون سأله بس هو الأفضل أول لما الأكاونت يتم كده بنتوجه أصلا نعمل محضر بالكلام ده عشان نسبة الحالة في وقتها تعمل محضر إثبات حالة بالزبط كده إن أي حاجة هتنزل وحتاخد حقها أكيد ولو أتعرف مين اللي هكروه هيتحاسب سجن وغرمة أكيد طبعا طيب معنا مداخلة ونقول علوم أهلا وسهلا بحركة فضل سهل بس السيد المستشار الفاضل تحت أمر على طريق اليومين دول الناس بقى لسانها منفلت يعني بعض الناس مش كل الناس كلها فضل المهم أنا بنكلم حد مسؤول واحد مسؤول يعني في مدينة من المدن فبنشرح له على معاينات يعني واحد بيطلع رخصة آه ليه المباني نعم ليه مباني آه فالراجل ده عامل مخاف أنا عارف إنه مش ده بكال المسكلة بس تحت أمرك أي مشكلة إحنا تحت أمرك تفاني الله يخليه جاسب تكون المهم المسكلة في ذات كار يعني امتدد الصور غلق الطريق آه أنا بكلم إنها يدرئيس مدينة بقى بقول لي إذبت إن انت مصري آه زي يتحط التعتبان ده إيه ده التشكيك في الوطنية ولا ولا بيتحط يا فاندي بتحت بانك ده الإجراءات زي ما بقول لحضرتك لما بتدخل علي المكتب من فضلك الديني بطاقتك عشان عارف بتعمل مع مين لا ما بديته عرفته ده هو أنا بقول له الرجل عامل كذا كذا بقول لي إذبت إن انت مصري آه يعني ده ده حاجة تهكم على حاجة شبه كده يعني طيب مش حضرتك معاك البطاقة الرقم القومي يطلعهم وطاقة معايا 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 ده وقصده إن هو بيتتاريح حراك قصدك إن هو بيتتاريح على حضرتك آه ممكن يكون بيمزح مع حضرتك بيهزر معايا لا 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 ما فيش مواطن بيمزح مع نائب رئيس مدينة حضرتك حضرتك اتواجي لو أنت شايف إن هي فيها ساقة اتواجي للرقابة الإدارية وعمل بلايك أنا هستأزم بس حضرتك ممكن تسيب لي رقمك في الكنترول حاضر هتتواصل معاك من فضلكه بس خدودي رقمه للأهمية أشكركم على فكرة يعني عشان أنا بس شاهدتي مجروحة بس والله بجدد هو بيتكلم على نائب رئيس أنا فهمه مدينة أكيد من المدن الجديدة هنا كل الناس محترمين جداً وأكيد في لبس في حاجة الناس دي مضغوطة جداً الناس دي تعبنة جداً الناس دي بيبقى عندها مهام هو ممكن جداً والله يكون بيسأل حضرتك عن الـ ID بتاعك ما يقصدش أي حاجة في الدنيا أنا عشان مع عشراهم يمكن بقى لي 25 سنة أنا مش عجوزة بس أنا كبيرة يلا فأنا عارفة إن هو ممكن جداً بيسأل حضرتك عن الـ ID فأنا هتواصل مع حضرتك وأعرف هو مين والمشكلة محلولة إن الوزارة دي تحديداً من الوزارات المحترمين جداً بشكر حضرتك نرجع يا فندم ونقول يعني برضو أقدر أثبت إن الأكاونت تسارق بالزبط طيب السب والقصف بين الأقارب زي بيني وبين الغريب طبعاً أكيد بيقضوا عقوبة واحدة بالزبط يعني الست وجوزة ده كده كل ستات مصر هتحبس الجوزة ده القادة من كده كمان في فرق ما بين السب وبين القصف إيه الفرق؟ الفرق بينهم حضرتك السب إن هو يكون فيه شيء مثلاً على محمد العسلاني والشيء ده هو جرم يعني أنا أعمل جرم محدش يعرفه غير الأستاذة ولاء فالأستاذة ولاء نشرته فالأستاذة ولاء تتعاخد في الحالة دي بتهمت إيه؟ بتهمت حضرتك إن أنت شهرت بيه وطلعتي شيء المفروض إن العامة ما يعرفوهوش طبعاً يعني القانونة هم مستند للدين ما إحنا الدين بيجرم ده؟ بالزبط القصف حضرتك إن يكون فيه ألفاظ وتراشق بين الألفاظ واتهامات مباشرة لو فيه شيء طبعاً لو التهامات دي صادقة نعم زي يتحاسب زي ما يكون يعني أنا مثلاً لو قلت فلانا شمال الشمال وهي فعلاً شمال الشمال يتحاسب زي ما بيقول فلانا دي شمال الشمال وهي والله ستة محترمة جداً بتخاف من ربنا الاتنين عقوبة واحدة لكن حضرتك لو متأكد إن هي كده اتوجه لأعمل بلاغ يعني حتى لو حريك شمال الشمال هتأخذي حقك في البلد دي مش من حقه يحزبك معانا مداخلة ونقول ألوم ساعة الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فهدك مين معي ها؟ أنا يا حبيبك أنا واحدة حاجة وعايزة أفعل المستصر على حاجة أمور يا حاجة حتى أمرك تفضلي تفضلي جزاك الله كل خير طب أستأذن حضرتك بس أستأذن حضرتك ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس؟ حاضر بعد إذنك أشكري وطي التلفزيون حاضر يا حبيبك حاضر زكي ساعات المستشار أهلا وسهلا يا فهدنا كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا فهدنا بص يا حضرتك أنا المشكلة بعيدة عن اللي حضرتك يعني بتتكلم فيه بس أنا واحدة غرقانة وعايزة مثلا أستغيب بحدي يعني تفضلي ممكن بص يا حضرتك تفيدني الله يجزيك كل خير تفضلي تفضلي بص يا حضرتك أنا احنا لينا أرض في البلد نعم وأولاد عمي واخدينها فدان ونص وإحنا دا طب علشان طب حاجة هولله حريك على حاجة عشان ده هيبى موضوع طويل أنا هستأذنك هكلمك بعد خمس دقيق وعد هننهي الحلقة طب تفضلي حاضر أنا كنت هكلمك ولاش تتكلمي براحتي يعني كنا هنكلمك في التليفون عشان تتكلمي براحتيك والله تحت أمرك تفضلي يا ربي جزيك كل خير ما تحرميني إني أنا أسألها وحيات ربنا حني الهوى حخرك وإحنا في العربية حدي سيادة المتشركة ما تتكلمي وعد يا ربي وعد حاضر يا حاجة تحت أمرك دانت تؤمون يا حاجة تدعي لنا بقى دعوة حلوة يا ربي بارك لك يا حبيب يا ربي خليك ما تحرمش من زوجك يا فرمي وعشان الوقت بس والله يخلص وأنا عايزة يسمعك بالراحة عشان يفيد حضرتك أشكرك أحلى حاجة في الدينة تلاقي حد كبير كيف السنة بيتعيلك المصريين بطبقتهم على فكرة والعالم العرب كله إحنا كلنا صفات واحدة وهي بس موضوع هتلاقي نسبة قليلة اللي هم الشواز بتقطعها وللأسب بيبقوا بينين قوي بالضبط وبيبقوا منبوزين من المكتب احنا كده النهاردة قلنا اي حد اتسبت او حصله اي قزة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هياخد حقه حضرتك ينزل روح مشوار ويتابع بعدها باسبوعين احنا بنروح مشاوير كتير قوي هبلة ملهاش قيمة بنبقى زهنين بننزل نتمشى عشان لو كل واحد خد حقه بعد شوية الموضوع هيقل لحد ما يختفي لكن لو كل واحد اتهزق وتمسح بيه الارض وسكت هم هيكتروا واحنا هنكتر وحتبقى سمة واحنا الشعب المصري عنده كرامة وعنده عزة ماينفعش بشعب مهزة هو بس عايزة اوضح برضو للمشاهدين ان الموضوع بياخد وقت بس الوقت ده بس ياخد حقه بالضبط الوقت ده هو مش بييد ولا النيابة ولا الدخلية ولا الوقت دون ان في كل محافظة في مكتب واحد بس كم بقى البلاغات اللي بتحصل وتتفحص بيبقى الموضوع كتير قوي ممكن لقى ثلاثة شهور ستة شهور بس في الاخر هتاخد حقك والشخص ده هيبطل ازم بالضبط كده ببست قوي لما حركت ومعايا بفقر عشان بحسه والله ان بستفاد منك جدا ربنا هيكسر من امثالك يا رب وبشكر حضرتك وكنت سعيدة ان حضرتك معايا النار ربنا يا خليكسر المستشار وتحياتي لمستشار محمد رجب العسقلين هتاخد حقك ما تخلوش حد يدوس عليكو ويبتزكو ويهنكم انتو مقربين لربنا ومقرمين عند ربنا ربنا بيقول انا عند ظن عدي بي انا بظن اني هاخد حقي وحنتصر محدش هيدوس علي علشان انا ما عملتش حاجة او علشان انا ما ازيتش حد او حتى لو عملت حاجة مش دي الطريقة اللي حد يحسبك بيها او يبتزك البنت لو عملتي غلطة اللي كانت بتكلمني على اليوتيوب تحديدا وخايفة مش هتتفتحي بلدك هتسطر ويا رب يكون لك درس ويكون اخر غلطة وحتاخدي حقك اوعي يبتزك اوعي ياخد منك اكتر اوعي يدوس عليك اكتر اوعي يمسك عليك حاجات اكتر انت طبعا فاهماني اوعي يا بنات اجقوا للجهة السيادية او الجقوا لما بحث الانترنت او الاتصالات الجهات اللي السيادة المستشار اشار اليها هتاخدوا حقكو مش هتتفتحوا والله لو حتى هيحصل لكو ايه ارحم مواحد يدوس على رقابكو احنا في بلد محترمة رئيس محترم جهات سيادية محترمة محاميين محترمين الجاي لاي حتى لو معكيش فلوس انا بقول لكو سيادة المستشار اول الناس اللي حيتصدل ده ولو ما عندكيش امكانيات مادية مفيش مشكلة بس ما تسيبيش حقك يارب الحلقة تكون مفيدة وتكون قالت لكم علومة علشان احنا كتير ما بنبقاش فاهمين قوانيننا في البلد ما بنعرفش ناخد حقنا وضمتم في امان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة